اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع مهم جدا من مواضيع التنضيط ألا وهو الحواشي السفلية ووضوع الحواشي السفلية يتكرر بالبحوث والرسائل والأطاريح طبعا بشكل متكرر جدا وبشكل مهم وفي غاية الأهمية طبعا الحواشي السفلية تحتوي على الكثير من الخفايا والأسرار وأيضا تحتوي على الكثير من المشاكل اللي راح يتم معالجتها إن شاء الله خلال هذه المحاضرة طيب الحاشية السفلية هي عبارة عن مصادر في الأسفل لمعلومات في الأعلى وطبعا في الأسفل تسمى الحاشية السفلية أو الهامش وفي الأعلى تسمى المتن أي أن هناك رقم في المتن يشير إلى مصدر في الهامش طيب أدنى هذا البحث يحتوي على مجموعة من الحواشي السفلية وطبعا تم شرح طريقة عمل الحواشية السفلية في دورة برنامج وورد المستوى الأول أول مشكلة من مشاكل الحواشي السفلية هو الاتجاه طبعا في حال لو كان اتجاه الحواشي السفلية من اليسار بإمكاننا أنه نحدد الحواشي السفلية ونضغط Ctrl A ونقلب الاتجاه في حال لو كان الملف إنجليزي أو عربي ممكن معرب فممكن يطلع عندنا الخط الفاصل باليسار وطبعا هالشي غير صحيح لابد أن الخط يكون باليمين طريقة معالجة هذا الخلل هو الذهاب إلى عرض ومن ثم طبعا نذهب إلى مسودة وطبعا نضغط Click بالحاشية السفلية Double Click نضغط على الرقم بالأعلى ستظهر عندنا هذه القائمة نضغط Click هنا ونختار فاصل الحواشي السفلية نحدد الفاصل ومن الصفحة الرئيسية نضغط على اتجاه الورقة من اليمين إلى اليسار الآن تم حل المشكلة تبقى فقط أنه نعيد وضع الطباعة من خلال عرض ونجي إلى تخطيط الطباعة ممتاز لاحظ أنه تم عكس الخط الفاصل وأصبح الخط صحيح المشكلة الأخرى هي عندنا الرقم بالأعلى والرقم بالأسفل بدون أقواس وطبعا هالشي مصحيح ولابد أنه تكون أقواس بالأعلى وأقواس بالأسفل طيب كيفية إضافة الأقواس طبعا يأما تضاف بشكل يدوي أما بشكل dynamic طبعا الشكل اليدوي متعب جدا وخصوصا إذا كان عندنا ملف كبير يحتوي على مجموعة كبيرة من الحواشي السفلية طيب الطريقة الآلية طبعا نجي إلى الصفحة الرئيسية ونجي إلى استبدال طيب بعد ما تفتح عندنا هذه النافذة اللي هي نافذة استبدال نكتب بيأ الأعلى نكتب بيأ الأعلى الخط المعكوف اللي هو شفت ورقم 6 وطبعا ضروري أنه نغير إنجليزي ونكتب شفت وستة ومن ثم أف وبيأ الأسفل نفتح قوس وطبعا نسد القوس وبداخل القوسين أيضا نكتب شفت وستة وشفت وسبعة اللي هو علامة الأند ومن ثم طبعا نذهب إلى الخيار استبدال الكل وطبعا موافق ونغلق الملف إذا لاحظ أنه أصبحت عندنا أقواس بيأ الأعلى وطبعا أقواس بيأ الأسفل مثل ما نلاحظ أنه أصبحت الأقواس بكل الطرفين طبعا لو أردنا إضافة حاشية سفلية جديدة مثلا بهذه المنطقة ومثلا أريد أضيف حاشية سفلية من خلال مراجع وإدراج حاشية سفلية طبعا أيضا نجي إلى الصفحة الرئيسية نحول الاتجاه إلى اليمين ولكن راح نلاحظ أنه تم إضافة الحاشية السفلية هل من المعقول أنه أرجع أعيد الأقواس من جديد وأرجع عملية البحث طبعا لا المشكلة أنه اللي راح تصير لو إجيت عدد الأقواس من جديد راح تصير عدي هنا أقواس طبيعية لهذا الرقم وفي الأعلى راح يكون عدي دبل قوس لأن عندي أنا قوس بين الأول وراح ينضاف قوس جديد فبالتالي راح يصير قوسيا على اليمين وقوسيا إلى اليسار العملية مزعجة جدا وغير صحيحة طيب شن الحل قبل ما أضيف حاشية سفلية جديدة راح أجي أتراجع خطوة إلى الوراء نختار أحد الحواشية السفلية اللي منسقة وجاهزة مثلا هذه الحاشية السفلية رقم واحد وطبعا ضروري أنه نفرغ محتوياتها بها الأسفل طيب نجي نأخذ قص لهذه المحتويات وطبعا مثلا راح أخلي هذه المحتويات في مكان آخر مثلا في هذا المكان فقط حتى بعدين يعني أرجعها في هذا المكان طيب ألاحظ أنه أصبحت فارغة أجي أضغط عليه دبل كليك ألاحظ أنه بالأعلى هذا المصدر وهنا طبعا الحاشية فارغة طبعا لابد أنه تكون فارغة طيب الخطوة التالية نجي نحدد هذه الحاشية السفلية بالأعلى نحدد بالأعلى الرقم مع القوس وطبعا نذهب إلى ملف ومن ثم خيارات ومن ثم طبعا خيارات التدقيق وخيارات التصحيح التلقائي ونختار مثلا مجموعة أحرف هذه الأحرف راح تكون بمثابة الاختصار لإضافة الحواشية السفلية مثلا أنا راح أختار حرف الصاد مثلا ثلاثة صاد واحد من ثلاثة مثلا ثلاثة أحرف لأصاد وطبعا لابد أنه نحفظ هذا الاختصار ومن ثم إضافة ومن ثم موافق ومن ثم موافق طيب إذا أجي هنا أنا أضغط مثلا سبيس طبعا لابد أنه أضغط سبيس وأضغط مثلا ثلاث مرات صاد واحد من ثلاثة مجرد أنه أضغط سبيس أوتوماتيكيا راح يضيف لي حاشية السفلية بالأعلى ومنسقة وحاشية السفلية بالأسفل ومنسقة الآن راح نجي نرجع الحاشية السفلية اللي أخذنا قص من عدها طبعا راح نضيفها بالأعلى بمكانها الأصلي ممتاز طبعا هذه العملية نجريها مرة وحدة يعني فقط راح تنحفظ بي البرنامج بشكل لا نهائي يعني إذا أجي هنا أنا بأي مكان مثلا هنا أنا أضغط فاصلة ومن ثم ثلاثة صاد واحد من ثلاثة مجرد أنه أضغط سبيس راح يضيف لي فاصل راح يضيف لي حاشية السفلية بالأعلى وبالأسفل طبعا أقدر أجري هذه العملية أكثر من مرة مثلا ممكن هنا أضغط مثلا ثلاثة صاد ممكن واحد من ثلاثة مجرد أنه أضغط سبيس واتوماتيكيا راح يضيف لي مكان للحاشية السفلية طبعا وهكذا أقدر أضيف حواشي سفلية منسقة بعدد كبير جدا وبأكثر من مرة طبعا هذه العملية راح تنحفظ عدي في البرنامج وبإمكاني أنه أستخدمها أكثر من مرة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر